روسيا سترد بشكل مناسب على أنشطة الناتو كلمات جاءت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون وكالة تاس الروسية نقلت أن الرئيس بوتين تحدث عن حجن الناتو للقوات قرب الحدود الروسية واصفاً إياه بأنه يشكل نوعان من التهديدات لروسيا الأول هو نشر الحلف مضادات الصواريخ بالقرب من الحدود في دول أوروبا الشرقية والتهديد الثاني هو إمكانية تحويل منصات إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ خلال بضع ساعات فقط إلى وضع الهجوم في أوروبا الشرقية الرئيس الروسي شدد على أن روسيا أصبحت الآن محاطة عملياً بالصواريخ وألفت إلى أن هذا الأمر يشكل خطأاً استراتيجياً كبيراً يرتكبه شركاء بلاده في حلف الناتو بوتين عبر أن روسيا ستقدم الرد المناسب على كل هذه الإجراءات وهو ما يعني جولة أخرى من سباق التسلح كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تنوي الحفاظ على ما يسمى بالتوازن الاستراتيجي بوتين أكد أيضاً على استعداد روسيا الدائم لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التوازن النووي وأن أي محاولة الحرف وتغيير التوازن النووي العالمي ستكون خطأاً جسيماً وبشأن الأزمة الأوكرانية أشار بوتين إلى أن السياسة الأمريكية في أوكرانيا تتمثل في منع التقارب بين كييف وموسكو نظراً لأن البعض في موسكو يرون في مثل هذا التقارب خطراً كبيراً